بتبدأ الأحداث بشاب اسمه دي بايك أسرته بتسافر تعيش في مدينة تانية عشان شغل أبوه وهو بيرفض يسافر معهم وبيفضل إنه يعيش لوحده بيقضي يوم وسعيد وفرحون إنه لوحده وبتخطر في باله فكرة إنه يأجر قوض البيت لأصحابه اللي بيجو يلعبوا شوية ويدخنقوا شوية هو بقى مستني واحد اسمه أليكس المفروض إنه هيسكن معاه في قطه بيطلع أليكس اللي بايك مستنيه بنت في منتهى الجمال وكانت أم مكلمته عليها لأنها بنت واحدة صاحبتها وجاية من أمريكا تكمل دراستها في كوريا وهو ناسي خالص وفكر شاب بيحاولوا يقنعوها إنها ما ينفعش تعيش معاهم عشان هم شباب وهي بنت لكنها ما عندهاش مشكلة في ده وطبعا بايك خايف إنه يمشيها عشان أمه ما تغضبش عليه فبيقرروا إنهم يزهقوها فهي تمشي من نفسها لكن اللي بيحصل إن كل واحد فيهم بيحاول إنه يتودد ليها ويقرب منها من ورد تاني تاني يوم بيصحوا من نومبي لو أليكس محضر الفتر وكلهم بيفطروا مع بعض فكلهم بيغيروا رأيهم وبيقرروا إن أليكس تفضل عيشة معهم لكن الوحيد اللي بيعترض هو تاي أليكس بتشوف البيت في حالة فوضى يعني سهر للصبح ودوشة وهدوم عاوزة تغسل ومحدش بيخسلها وما فيش حد بينظف البيت فبتحط لهم قواعد يمشوا عليها عشان يبقى فيه نظام لكنهم بيرفض القواعد دي معادة تاي هو الوحيد اللي بيوقف عليها أليكس وصونجا بيجوعوا والكل نايم صونجا بيقوم يعمل مكارونا وبيأكلوا مع بعض وبعدين بيروحوا سوبر ماركت يشتروا حاجات وهما في الماركت بيلقوا واحد بيدور على واحدة سماعيون فبيفتكر ان الشاب ده رايح بيت بايك من كام يوم سأل على الاسم ده المهم بيرجعوا البيت بيلقوا الشباب بينظفوا كل واحد قاعد في قوته والكهرباء بتقطع وبيتجمعوا كلهم في قوضة المعيشة وآلكس بتقترح عليهم يحكوا قصص رعب وهي بتحكي قصتها وبيقولوا انهم جعنين فبيخرج مجموعة منهم يشتروا أكل جاهز وبيفضل مجموعة بيقروا الأبراج وبيطلع في حظ آلكس انها لو قبلت حد عنده هالة نورة على رأسه كهرباء قطع في الحي كل ولا في البيت ده بس وبتلاقي حلق واقع على الأرض وبييجي الشاب جرهم اللي كان بيسأل على يون وبيقول لها لقيت الحلق ده فين ده بتاع يون وطاي بيتدخل وبيخلي جرهم يمشي وبيرجع البيت هو والعكس بيخبط فيها وكانتها تقعف بيمسكها والكهرباء بترجع وبيلاقوا النور عامل هالة على رأسه تاني يوم طاي وآلكس كل واحد فيهم بيفكر في اللي حصل وبيفكر اذا كانوا بيحبوا بعض ولا لأ والاتنين بقوا في حالة سرحين طول اليوم جوك بيفرج أليكس على سلاسل ذهب على موقع على الانترنت وبياخد رأيها في أحلى واحدة فيهم وهي بتقوله رأيها وبتفكر انه عاوز يجبها ليها وبتحاول تفهمه انها بتحب حب أخه وصديق لكنه بيقول لها من السلسلة دي لصحبته لكن بايك اشترى سلسلة ليكي بمناسبة عيد الشكر بس برضو بيقول لها ان بايك معجب بيها وسبها ومشي وهي فكرة واقف وراها فبتقوله بس انا مش بحب بايك واللي بيكون وراه هو تاي تاني يوم أليكس بتصحى من النوم وبتلاقي علبة جنب السرير وظرف بتاخد العلبة وبتوقع الظرف وهي مش وخدبلها وبتلاقي فيها سلسلة جوك رايح يقابل صحبته ويصرحها بحب وليها وسونج رايح يشوف نتيجة مسابقة الرسم اللي مشترك فيها وكل واحد عنده معيد واليوم ده هو يوم التنظيف العالمي هيونج بينظف قوته وأليكس و تاي بيساعدوا بعض في تنظيف البيت أليكس بتدخل قدتها بتحاول تلبس السلسلة لوحدها لكنها ما بتعرفش وبيجي هيونج يلبسها ليها وطاي بيدخل عليهم بالمكنسة وبيشوفهم في المنظر ده وبيزق الظرف بالمكنسة تحت الدولاب وهو مش وخد باله بعدها بيجي جوك زعلان عشان صحبته طلعت بتحبه واحد تاني وكلهم بيزعلوا عشانه وبيعودوا يشربوا ويذكروا وبيلعبوا لعبة الصراحة والدور بيجي على طاي اللي بيسألوا ذا كان معجب بواحدة لكنه بيرفض يجاوب وسونج و جوك بيتخنقوا مع بعض جوك بيقولوا انهم بيشربوا عشان هو ساب حبيبته وسونج بيقولوا انهم بيشربوا عشان يحتفلوا بيه وبفوزوا في مسابقة الرسم والقعدة بتخلصوا بيناموا تاني يوم بيفكروا بعض بان سونج سكر خالص واعترف بحبه الأليكس والبايك وانهم وقعوا على بعض وطاي وقع على أليكس وخليها تعورت في إيدها هيون جاب لها دوا ودهنوا على إديها وفي نفس الوقت طاي جاب دوا هو كمان لكنه حطوا على الكنبة ومرديش يطلعه لها في القوضة هيون وآلكس خرجوا مع بعض وطاي مدهي وجوك بيقولوا انه جاب لها سلسلة هدية لسه مستلمها من عامل التوصيل دلوقتي لانها ساعدته في اختيار سلسلة لحبيبته هيون وآلكس بره مع بعض وهيون بيحاولي لمح لها انه بيحبها هيون ما كانش بيتكلم عن نفسه مع أليكس لكنه كان بيتكلم على طاي وبيعرف أليكس ان طاي بيحبها جوك بيدي أليكس السلسلة اللي جابها لها بتقولك فيها واحدة اللي تجيب واحدة تانية وبتعرف انه مش هو اللي جاب لها السلسلة وبيدوروا على جواب او اي حاجة تدل على اللي اشترى السلسلة وبيلقوا جواب تحت الدولاب من جرهم بيروحوا الجرهم بيعرفهم ان السلسلة دي بعتها لأليكس كاعتزارة على انه خضها لما كان بيدور على يون ويون دي طلعت الكلبة بتاعته ولقاها وكمان هو اللي بيصنع السلاسل دي وكمان بيصنع خواتم أليكس بيجي لها تليفون انها تقبلت في الشغل اللي قدمت عليه ولازم تروح الاسبوع اللي جاي وبتروح ترجع السلسلة الجرهم وطاي بيروح معيها والجر بيديهم طقم خواتم هدية وهم مروحين طاي بيشتري حاجات حلوة كتير وبياكلوهم مع بعض وبيتفقوا انهم يخرجوا مع بعض تاني يوم وبيخرجوا لكن طاي ما بيعترفش لأليكس بحاجة وفضلوا يأكلوا في حاجات حلوة بس وبرضو هم مروحين طاي يشتري حاجات حلوة وقعدوا يأكلوها في الشارع وآليكس قالت له انها تقبلت في شغل في أمريكا ولازم تروح الاسبوع اللي جاي واني دي الشركة اللي كانت طول عمرها بتحلم بيها وطاي بيقول لها طب يلا نروحوا بيروحوا فعلا أليكس بتجهز شنطتها عشان تسافر والشباب بيعملوا حفلة ودع ليها وبيقضوا وقت جميل لعب وتصوير وبتكتب ورقة لطاي وبتدي هالو وهي ماشية بيكتب لها الرد وبيديها نفس الورقة وهي بتركب التاكسي عشان تروح المطار هي كتبت له انها معجبة بي وهو رد أنا كمان ومشيت أليكس على المطار وبعد شوية غيرت رأيها ورجعت لطاي والشباب كلهم فرحانين بيهم